نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحة التواصل الاجتماعي حول حثف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم وقام إعلامي مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي أفضحت استمرار مستحق الدعم التمويني في صرف جميع مقراراتهم بشكل طبعي ومنتظم مشددة على أن عملية الحثف والاستبعاد تتم وفقا لمعايير محددة ودقيقة مشيرة إلى أنه تم أو يتم حاليا تنقية جداول البيانات وحثف غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة والأرقام القومية القاطئة وكذلك الوفيات وذلك بهدف وصول الدعم إلى مستحقه الفعليين